عقدت نيابة العامة ثالثة أيام دورة تدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من ليبيا عفوا من النيابة العامة بدولة ليبيا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب ومن بين الموضوعات التي تناولتها الدورة اليوم تحديات أفضل الممارسات في التحقيق في قضايا غسل الأموال بالإضافة إلى تسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق في هذه الجرائم والإجراءات التي تتخذها نيابة العامة فيه وكيفية تحقيق التعاون المثمر والفاعل مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وبيان العلاقة بينها وبين الجرائم المنظمة مع عرض تطبيق عملي لذلك